أحسن الله إليكم ومبارك فيكم هذه سائلة من الضيار تقول فضيلة الشير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إلى حظ قوم تلاهم الحديث والسؤال هل كل من أصيب بمصيبة يدل على محبة الله له وكيف نوفق من يصيبه المصيبة بسبب الذنوب أو من تصيبه المصيبة بسبب الذنوب حيث أن الذنوب تجلب المصائب وبين من يصاب بابتلاء فالحروب مثلا تصيبه الديار أو مصائب أخرى كيف نعرف أن هذه من الذنوب أو من الابتلاء مأجورين نعم المصائب كلها بسبب الذنوب أولي تعالى وما أصابكم بمصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بيذيقهم طوال الذي عملوا لأنهم يرجعون ولكن المصيبة للمؤمن فيها خير له لأن الله يمحص بها ذنوبه ويكفر بها خطاياه حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة كما في الحديث وهذا يدل على محبة الله للمؤمن أنه طهره في الدنيا من الذنوب حتى يوافي الآخرة وهو مطهر يدخل الجنة وأما الكافر فإن الله يمسك عنه ويغذق عليه النعم استدراجا له لأن الله لا يحبه يستدرجه بالنعم ليزداد من الكفر ويزداد من المعاصي حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه يكون في النار ويعياذ بالله نعم نعم